مع الارتفاع الجنوني بأسعار المواد الغذائية تتضاعف معاناة العراقيين بسبب حالات الابتزاز التي تتعرض لها الشاحنات المحملة بالمحاصيل الزراعية في السيطرات وحواجز التفتيش الأمنية التجار وأصحاب محال بيع الفواكه والخضر في علوة جميلة ببغداد رووا جانبا من معاناتهم اليومية مع الإتاوات التي يجبرون على دفعها للسيطرات على طريق الرابط بين ديالة وبغداد والزرع كله غالب بسبب السيطرات ومعاني ديالة بصورة عامة كلها من خانقين لحد ما توصل ديالة كلها معانات عندنا هواي بدون وراء السيطرات جاي يأخذون من عندنا فلوس وجاي يأخذون خاوات من السواق ويحزون السواق بس ما عندهم أمر كل أمر بغاية يأخذون فلوس من العالم يجون أربعة عشر عشرين شخص مافيات وأكبر من المافيات يوقفون الزرع كله وهذه بغداد هتشوف حلوة جميلة ما بيهلابوا تيهلابوا تنجوا لا أخي يا أخي هي شغلة إنسانية ومساعدة إحنا جاينا رمضان يعني خلنا نتعاون خلنا نتساعد الشارع لكم عمي ملياراتكم لكم بس عبرونا هالشهر ونصر رمضان الفقير يأكل ويؤكد تجار المحاصيل الزراعية أن فرض الإتاوات أسهم بشكل كبير في رفع أسعار الفواكه والخضر فيما يقول ناشطون إن المواطن هو من يتحمل كلفة الابتزاز في النهاية مشيرين إلى أن التجار يرفعون الأسعار بقدر ما يتحملونه من نفقات تعبر من القمرق بس ما تعبر من السيطرات البقية الموجودة في ديالة ليش؟ إلا بفلوس لو تعبر بفلوس بملايين لو ما تعبر هاي العبور شقد يكلف؟ يكلف المادة ككية وتشثمت دينار يعني ببدال ما أبيع الخيار بستمية راح أبيع بتسعمية وبألف راح يضطر البقار يبيع بياش بألف وربعة وبألف ونص بينما إذا أنا أبيع بستمية إلا وبسبعمية راح يبيع بألف دينار أنا بخضر أنا بدل ما تشت تسويق خمسة طماطع أربعة طماطع يضل يتسويق صندوقي يضل يومي ما المواطن بالفروب عم يشتريها البيت نجان أسويق اثنين ثلاثة هاي ستسويق الواحد بالفونص بدل ما تشت يأخذ كيلو وين بليب هاي سيكيلو بالفونص البويت يتب بدل ما كيلو بخمسمية سيكيلو بالفونص يأخذ لاشقيت كيلو ظل يتحصر الموزن مخضر ما أعرف الفساد مننا مناك بعد ما نعرف حرب اقتصادية على مختلف الجبهة يعيشها المواطن العراقي حرب تستنزف قدرته وطاقته وتزيد من محنته التي راكمتها سنوات الفساد وسوء الإدارة وتركته يواجه مصيرا قاتما في ظل عجز حكومي عن إيجاد الحلول وإيقاف التلاعب بمصائر الفقراء شكرا شكرا